اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملكة الحسين للأعمال صعد الله مساءكم بكل خير متابعين ومتابعي الطقس العرب نهار اليوم سادة أجواء باردة غائمة وحطرت زخات من الأمطار كنتيجة لتأثر المملكة بمنخفض جوي تنتصنيف على النوم من الدرجة الثانية خلال الساعة القادمة تتراجع تأثيرات هذا المنخفض الجوي يجسد طقس صافي غالبا صافي لغائم جزئيا لكن انخفاض كبير على درجات الحرارة متوقعة خلال ساعة الليل وبالتالي يتشكل السقيع في العديد من المناطق المحاول الرئيسية التي سنتحدثها في هذه النشرة ستكون حول ابتعاد هذا المنخفض الجوي وتأثيراته لكن هناك خفاض كبير على درجات الحرارة خلال ساعة الليل وسقيا متوقع في مناطق وساعة من المملكة خلال الليلتين القادمتين خلال ليلة الجمعة السبت وخلال ليلة أيضا السبت على الأحد نستعرض الآن وإياكم هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد يوم الجمعة تأثرنا بهذه الجمعة الهوائية الماطرة للمنخفض الجوي لكن سرعان ما ابتعد هذا المنخفض الجوي عن المنطقة وتراجعة فرص الأمطار يوم السبت توقع المملكة تشهد أجواء مستقرة بشكل عام لكن تعبر على أجواء المملكة كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع درجات الحرارة المتوقعة من يوم السبت وحتى يوم الاثنين لاحظوا درجات الحرارة المنخفضة بشكل لافت خلال ساعات الليل في عموم مناطق المملكة خاصة في المنطقة الجنوبية منطقة البادية وأيضا منطقة السهول حيث يتشكل السقيع في هذه المناطق أيضا درجات الحرارة تبقى منخفضة خلال ساعات النهار وتعود وتنخفض مجددا بشكل كبير خلال ساعات ليل السبت على الأحد ويتشكل السقيع مجددا نظب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تبقى الأجواء غائمة جزئيا مع فرصة لوطول بعض زخات الأمطار الخفيفة خمس درجات مئويا ملنوسة درجتين الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربيا ناشطة السرعة تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملك أو تفاصيل الحالة الجوية للعاصمة عمان أفوان خلال الثلاث أيام القادمة يوم السبت طقس غام جزئي ناشطة درجة مئوية أما الصغرى خمس درجات مئوية فقط ترتفع درجات الحرارة يوم الأحد أربعة عشر إلى سبعة وتسجل المزيد من الارتفاع يوم الأثنين لتسجل ثمانتاش إلى أحداشر درجة مئوية إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال اشتركوا في القناة